هو السؤال بس بسيقة تانية لماذا تحاول أداء الأهلي بهذه الرواع في الشوت الثاني وفي جسد كلامك تقيمك لمرسي الكرة حتى هذه المرحلة مرحلة مباراة الزمالك منذ توليه المهمة طبعا زي ما جمال قال طبعا هو نفس الكلام ما يتقال هو فريرة هو اللي إدى للسعادة الأهلي زي ما جمال قال إن احنا الشوت الأولاني كان هو شوت البلدي المدرمين اتنين خايفين من بعض ده خايف بلعب بتحافظ دفاعي حتى لعز إن أفشا معداش نص الملعب أفشا كأنه بلعب مع الثلاثة اللي في نص الملعب المتعاود على أفشا إن هو بتحرج على الأطراف بتحرج في العمق بلعب رقم عشرة أفشا واقف في نص الملعب إنت ما انت سحبت الناس اللي سحبتها دي إنت ديت التفوق اللي أهل في نص الملعب لأن المباراة الكبيرة دي هي بتخلص بالنص الملعب كل المرشاة إما بتستحزع نص الملعب هو بالنسبة لك ده بيبقى إنت برضو مش فاهم إنت التغييرة بتاعت المسلوسي أنا شايف نكون كويس جدا وقف أقوى جبهة في النادي الأهلي اللي هي بتاعت عبدالقادر ومعلول كويس جدا وكان بيسعب مع عمر سيس إنت طلعت الاثنين وهم كويسين اللي موقفين الجبهة دي إنت فتحت الجبهة دي بقى عبدالقادر بقى يروح حمد فتح بقى يعدي فيها فهي قصة طبعا النهار ده كان يعني سوق إيه رأيك؟ زي ما كابتن جمال كان بتكلم في مستوى حمد فتحي وتغير الدور بتاع حمد فتحي حمد فتحي مع بيتسو مسماني إحنا بنشوفه سنتر باك تالت في الدفاع الآن إحنا شايفين حمد فتح سواء في المباراة دي أو المباراة اللي قبلها هو تقريبا مهاجم تاني في كثير من القرات وبيتقدم كثير أطفق مع جمال أنه هو رجل مباراة النهار ده كان حمد فتحي هو عمل كل حاجة النهار ده في القرى راجل قفل كويس بيقفل مع البكات كويس في الجبهات بيزود في الهجوم بشكل كويس وبانت في جون كهرباء وفي جون بتاع شريف فهو الجنين كان عامل أساسي فيهم فده طبعا ده شغل مدرب جون الثالث دول جون الثالث جون الثالث يعني هو الثلاث جوان هو اللي عامل أساسي فيهم فانت ده ده شغل مدرب لان انت برضو دبقى انت عارف حمد فتحي ان هو بيلعب الراجل اللي بيلعب قدام المدافعين رقم 6 اللي هو النمطي رقم 6 اللي بيقاطع بس تطوير أداءه بقى من المدرب ان هو يبدأ يبقى يشتغل من بوكس تو بوكس يدافع ويهاجم ده شغل مدرب طيب